تشهد مدينة حلبشا إلى جانب جميع محافظة العراق إجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عقود في خطوة تأريخية تهدف إلى تحديد البيانات السكانية بالدقة وتوثيق احتياجات كل منطقة خاصة المدن التي عانت من غياب الإحصاءات الدقيقة في السابق تعداد السكان ركيزة أساسية في تخطيط المشاريع التنموية عند كل دول العالم من خلاله تجدد المعلومات والبيانات لوضع الخطط التنموية إجراء العمليات التعداد المسبقة في العراق لم تكن بالمستوى المطلوب من جمع البيانات والإحصاءات اللازمة الدقيقة هذا التعداد الجاري شامل لكل محافظة العراق ويجمع أكبر قدر من المعلومات يسهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية كما تساهم النتائج في تحسين التخطيط وتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لتلبية احتياجات السكان وتوجيه الموارد بشكل عادل وفعال وانطلقت فرق التعداد في مختلف أنحاء المدينة حيث تسير العملية بشكل سلس ومنظم بفضل الإجراءات والتدابر التي تم اتخاذها مسبقا لضمان نجاحها وقد أبدأ أهالي المدينة تعاونا كبيرا مع فرق التعداد مما يسهم في إنجاز المهام بدقة وكفاءة نحن كفرق آيتي نشرف على جميع فرق العدادين ومن دواعي سرور لم تحدث حتى الآن أي مشاكل ولا توجد عوائق أمام عمل فرق العدادين وإرسال البيانات المسجلة للأسر ونحن مع لجان وسطية على اتصال مباشر مع جميع العدادين البالغ عددهم 430 عدادا لحل أي مشكلة تعتري عملهم وحتى هذه اللحظة ليست هناك مشكلة سوى ضعف خط الأنترنت في بعض القرى البعيدة وقمنا بحل المشكلة عن طريق توفير خطوط بديلة لهم الجماعة جيمنا طلبوا من البطاقات الوطنية احنا تعاوننا وياهم احنا سدنا فرات ان شاء الله ينتهي هذه العملية بالخير على الكردستان وعلى العراق ان شاء الله ونرحب بكم ألف شكر ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا التعداد في تحسين التخطيط على المستويات كافة من خلال توفير بيانات دقيقة تدعم صنع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير البلاد وتعزيز التنمية في مختلف المناطق لقناة زاغ روس تيفي أمير سليم حلب شا تحسين مزل الله تحسين ما